في موضوع ضيص لانها الأئمة وأهل الشر عن بعض العادات التي إلى طالما تعود المواطن الجزائري على فعلها خاصة تسمية الأضحية عن ميت أو الجمع بينهما وبين العقيقة أو غيرها من الأمور نتبع تفاصيل مع ناسي ملوافي وليليا دارت مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تطرح العديد من علامات الاستفهام حول بعض العادات التي دائب المواطن الجزائري على فعلها فكثيرا ما يتبادر إلى الأذهان عن جواز الأضحية عن الميت أو تسميتها على شخص معين وهو الأمر الذي نهى عنه الشرع الصدقة للميت تجوز وهذا هو شيء يحب الميت أما أننا ننوي له أضحية وهو غير موجود فهذا يعني لا يصح لأنه مات وأمره إلى الله فقط أننا نتصدق عليه ما يقول لا هذا على يما ولا هذا على أمي ولا بابا ولا هذا على أختي ولا يكفي الإنسان أن يقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإلك اللهم هذا عني وعن أهلي إلا كان قال عن أهله لعل رباهي قادر الله عز وجل يدخل فيه من أحياء والأموات كما أفتل أئمة بعدم جواز الأضحية عن العقيقة أو غيرها لأن كل منهما سنة مقصودة لذاتها فلا تجوز إراقة واحدة مقام إراقتين لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة يعني لا تجزئ إلا عن واحدة يعني الذبح القربة لا يجزئ إلا عن ذبيحة واحدة لماذا؟ لأن كل من العبادتين مقصود لذاته يعني الأضحية عبادة مقصودة لذاتها وكذلك العقيقة عبادة مقصودة لذاتها لأنها شكر على المولود والسبب مختلف إما أن يجعلها أضحية ووقت العقيقة موسع يعني يديرها في يوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين أو في أي يوم الأضحية فداء عن النفس والأهل فكل قطرة دم تغفر ذنب لقوله تعالى لا ينال الله دماءها ولا لحمها ولكن يناله التقوى منكم